بهدف تسليط الضوء على الأعمال اليدوية والتراثية أقامت مدرية سياحة حمز معرض وبازار أفكار سجل فيه المشاركون وجلهم من النساء حضوراً متميزاً تجلى في مختلف المعروضات والقطاع الفنية المصنوعة بإتقان يتضمن 65 عارض وعارضة لأشغالهم التراثي اليدوي أو بمناسبة عيد المعلم وعيد الأم فيه ناس عم تجي تسوي أشغالها اليدوية اللي هي ورشات صغيرة بتكون هي بالبيت زار أفكار بيحتضن كتير أفكار متنوعة من بداية من الحرف اليدوي لحتى الأشغال المنزلية لحتى كل شيء بيعدوا بالبيت هلأ عنا كل سيدة مبلش بمشروع صغير عم تربي اسم إلى مشاركين بطاولات للأعمال اليدوية كروشي شك أغطية صفرة تقوم الترابيزات جزادين يعني شي مشكل نحنا هدفنا أن نشغل اليد العام اللي عندنا الموجودة ونزيدها المشاركة حلوية بداية الربيع وقريب لأيد الأم يعني زواهد حد ياخد لوالدته أو لحماته شيء قطع هيك نعم هي كذا ممكن يلاقيها ونحنا عنا قطع كل حرير وشغل يدوي والأصب كمان مضمون مية بالمية تنوعت المواد المعروضة بين الكروشي والمطرزات والحرير والشرقيات إضافة إلى أصناف متعددة من الحلويات والأكلات التقليدية ومونة البيت والألبسة وغيرها حبينا مع بعضنا نشارك بازار أفكار للصناعات الحرفية اليدوية البحثي طبعا إنتاج النساء فقط بيشتغلوا ببيوتهم بيساعدوا أزواجهم يعني بهالأيام الصعبية هاي بهالمظروف الحياة هاي اشتغلنا الشكل الهندي اشتغلنا التطريز العادي التطريز بشرارية الساتان نحنا مجموعة شباب وصبايا بنشتغل بالعمل اليدوي حرف بسيطة العلاقة بالخشب بإعادة تدوير المواد الأولية اللي نحنا بنستهلكها عادة فبنحاول نرجع نعيد صياغتها بطريقة حلوية المعرض كتير حلو الأفكار حلوية فيه شغلات ظريفة شغلات خرج ولاعات شغلات خرج كبار بالمناسبة انه فيها داية العيد الأم وعيد المعلم ان شاء الله كل عام وامهات سوريا بخير والمعلمين كمان بخير المعرض شامل يعتبر هذا المعرض نافذة لتسويق المنتجات سيما في شهر الأعياد والذي حظي بمشاركة وإقبال جيدين نظرا لتنوع المنتجات من معرض وبازار أفكار في حمص شيرين العلي الإخبارية السورية ترجمة نانسي قنقر